الفنان سامير صبري ومفاجأة صادمة حول حالاته الصحية حيث قال الفنان المصري سامير صبري مفاجأة صادمة حول حالاته الصحية حيث كشف أنه منذ عامه ويتلقى جلسات علاج كيماوي نتيجة إصابته بمرض السرطان وهو ما كان له تأثير على القلب وانتابت حالة من القلق الجميع بعد الإعلان عن دخول الفنان سامير صبري إلى المستشفى إسر معاناته من مشاكل بالقلب وتطلب الأمر تدخلا جراحيا من الأطباء وعلى رغم من كون الأخبار الخاصة بالحالة الصحية كانت تشير إلى إجراءه كسرة في القلب على أن يغادر بعدها المستشفى حسب ما أكلت الفنانة إلهام شهين التي كانت في زيارة له إلا أن سامير صبري فجر مفاجآت صادمة حول حالاته الصحية حينما كشف في اتصال هاتفي مع الإعلامية بسمة وهبة عن كونه منذ عامه ويتلقى جلسات علاج كيماوي وهو ما كان له تأثير على القلب وكشف عن كونه خلال هذا العام تغلب على السرطان ولكن ما أصاب القلب يستدعي إجراء جراحة عاجلة خلال الأيام المقبلة مطالبة للجميع بالدعاء له كي يتجاوز هذه الأزمة الصحية ولم يقلل سامير صبري من حجم الجراحة التي سيجريها حيث أكد أنها جراحة كبيرة وتحتاج إلى رعاية كبيرة ويأمل في أن يتجاوزها بسلام خاصة أنها ستجرى خلال أربع أيام وتحدث سامير صبري عن من زوره خلال تواجده بالمستشفى واصفا إياهم بالحبايب وذكر أسماء إلهام شهين ومرفة أمين ودنيا سامير غانم ونجوة فؤاد وفيفي عبده الفنان القدير سامير صبري رغم تقدمه في السن فإن عمره يناهز 85 عاما إلا أنه يتعامل مع الحياة بإيجابية كبرى وينشر الفرح في كل مكان يتواجد فيه وهذه الروح التي يتمتع بها تنعكس على ديكور منزله الذي سنأخذك اليوم بجولة فيه شاهد منزل الفنان سامير صبري من الخارج والداخل وشاهد روعة التصميم سامير صبري وقفوا جنبي وساعدوني في علاجي أنا بمر بأزمة كبيرة طلب الفنان سامير صبري الجمهور بالدعاء له بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إصرها العناية المركزة مشيرا إلى أنه من المقرر أن يخضع العملية الجراحية دقيقة وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديم أنه هناك بعض الفنانين ظروف هذه الأزمة ومنهم إمي ودونيا سامير غانم إلى جانب حسين فهمي ومرفة أمين موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قال وقفوا جنبي وأشكر السيد الرئيس السيسي أنه رجع مصر لي وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الأطباء يتابعون الحالة الصحية الخاصة به مضيفا وقفوا جنبي وساعدوني في علاجي أنا عايز أكون تحت رعاية عمر أديم حبيبي وابن حبيبي خذ بالك مني يا عمر وبعد هذا اللقاء قال الفنان سامير صبري أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي منقله إلى إحدى مستشفيات القوات المسلحة كان شيئا عظيما موضحا أتلقى عناية صحية لم أرها في حياتي من قبل وصية الفنان الكبير سامير صبري من الأمور المهمة التي أوصى بها الفنان سامير صبري وذلك بعد وفاته بأن لا يتم الإعلان عن الوفاء والعزاء إلا بعد تشير جثمانه إلى مسواه الأخير كما كشفت شاديا شقيقة الفنان سامير صبري عن آخر تطورات حالته الصحية قائلة حالة شقيقة مستقرة وسيتم تحديد عملية له خلال الساعات القادمة وقدمت شاديا شقيقة الفنان سامير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبن عسل أشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بعلاق شقيقي على نفقة الدولة معقبة بنحبك وربنا يديك الصحة وتابعت شاديا شقيقة الفنان سامير صبري بعد مكالمة الرئاسة للفنان سامير صبري حالته النفسية ارتفعت وكمان بقدم الشغل للفنان أشرف زكي من قلبي وبطلب من جمهوره الجميل الدعاء له قال سامير صبري اللي ورايا واللي قدامي راحه ربنا يخلي الرئيس بيشفيني زي ما شفى مصر وضع سامير صبري على جهاز أكسجين تمهيدا لعملية خطيرة في القلب كشفت ناني الديب الصديقة المقربة من الفنان الكبير سامير صبري آخر التحضيرات التي يمر بها تمهيدا لإجراء عملية خطيرة في القلب وقالت ناني الديب في مدخلة مع الإعلام تامر أمين أتمئن جمهوره أصدقاء سامير صبري على حالته وان شاء الله يستقر قريبا ويعود لحالته الطبيعية تماما وأضافت أيضا التحضيرات التي يجب أن يمر بها تتضمن جلسات علاج طبيعي وبخار وهو حاليا على جهاز أكسجين استعدادا لعملية القسطرة في الشريان الأورتي ويجب أن تكون حالته الجسمانية جيدة قبل العملية التي تجرى له خلال الأيام المقبلة وأضافت أيضا العملية عبارة عن تركيب سمام في الشريان الأورتي وهي من أكثر العمليات دقة قبل إجراء عملية في القلب سامح أنور تدعم سامير صبري هتقوم وتنور الدنيا بقلبك الصافي حرصت الفنانة الكبيرة سامح أنور على دعم صديقها الفنان الكبير سامير صبري الذي يتواجد حاليا في إحدى المستشفيات منتظرا أن يخضع العملية الجراحية دقيقة بالقلب خلال الأيام القليلة المقبلة وكتبت سامح أنور منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي في سبوك قائلة هتقوم وتنور الدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطائك وحبك للحياة هتقوم يا سامير وحيات كل الخير اللي بينك وبين ربنا بإذنه ورعايته ودعاقنا في كل وقت وصلاة إن شاء الله هتقوم لم يتخيل الفنان سامير صبري وهو في طريقه إلى العاصمة البريطانية لندن المشاركة في إحدى المسلسلات قبل سنوات عديدة إنه سيعود ليجد قرار من وزير الإعلام بإيقاف أشهر برامجه التلفزيونية برنامج النادي الدولي والفنان سامير صبري الذي يمر بوعقة صحية حاليا إلى جانب مسيراته الطويلة في الغناء والتمثيل فقد قدم عددا من البرامج التلفزيونية التي حظيت بشعبية كبيرة ومنها مشوار وبدون كلام لكن أشهره هو برنامج النادي الدولي الذي بدأ في إذاعة الشرق الأوسط قبل أن ينتقل إلى التلفزيون في مطلع السبعينيات ويستمر عرضه بنجاح لمدة عشر سنوات ويعتبر النادي الدولي أول برنامج تكشوف في مصر وبلغت أهميته أن التلفزيون وصل عرضه خلال حرب أكتوبر المجيدة وتم تسجيل عدد من الأغاني الوطنية لعبد الحليم حافظ من خلاله ومن أشهر لقاءات سامير صبري في النادي الدولي لقاءهما على عندليب عبد الحليم حافظ الذي يكشف خلال الحوار الذي دار بينهما أنه أهلاو سميم يؤمن بأن من واجبه انتقاد النادي الذي يشجعه ويؤكد على أهمية التحلي بالروح الرياضية ويرفض المشاجرات التي تحدث في بعض المباريات قصة إيقاف النادي الدولي يؤكد سامير صبري في حوار مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أن سبب إيقاف البرنامج لم يكن مجرد كلمة قالتها الفنانة فيفي عبده في إحدى الحلقات عندما كانت لا تزال غير مشهورة وتحدثت عن تعلمها الرقص في ميتابوكوم بلد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وروا سامير صبري كواليس إيقاف البرنامج قائلا في ذلك الوقت كان بيني وبين وزير الإعلام خلافات كثيرة بسبب اختلاف رؤية الإعلامية عن رؤيته ويضيف أيضا بعد تسجيل الحلقة طلبت من المخرج حسف ذلك الجزء من كلام فيفي عبده وبحصن أوسوء نية لم تحزف ويتابع السادات تحقق من الموضوع وألغى قرار إيقاف البرنامج وبسؤال المخرج في التحقيقات قال حزفت تلك الفقرة والسيد سامير صبري أعادها وقال سلاسة رقباء نفس الكلام اشتركوا في القناة